وقت الاستيقاظ حاد سأقفز الآن نزلت في المياه عليك الانتباه بالماء أصابتني لقد أوقعتني إلى الحمام دخلت وللصنبور وصلت غسلت عيني وحدها وخرجت بعدها هيا إلى الفطور فلتسرع بالحضور عدسة قوية يحتاج رعاية طبية قمت باتصال ووصل الطبيب في الحال لديه زكام توقف يا غلام للماء نحتاج لنقوم بالعلاج بدرجات حرارة نازلية ستكون طريقة مجدية اغسل وجهك بالماء ليتم الشفاء من الساخنة للباردة وصارت حالتي جيدة لنقف زمان يبدو هذا مبتعاً نرسم السيارة الآن ومعنا الألوان اختارا لونين لكنهما مختلفين السيارة زرقاء لا بل حمراء لونها أزرق أحمر أيها الأخرق استعد في الحال لبدء النزال بدأت الهجمات بقذائف البالونات استطعت المراوغة بصعوبة بالغة آه بدأت الهجمات بقذائف البالونات الآن استعد لهجوم المرتاد استطعت الإفلات دون إصابات لينطلق الجميع بهجوم سريع هيا جنود رائعون جعلوهم يهربون قذائف الجوية ستكون قوية انتهى القتال واستمر الجدال بعد التفكير حلها الأخ الكبير نخلطهما جيدان ونجرب مجددا باللون الجديد صار الكل سعيد نجاحنا بالكعكة السحرية هرجت ومن الساحرة هربت للفراشة أطعمتها فكبر حجمها سنطيل الآن وغادرنا المكان إن أكلت الكثير سأبدو خطير ليس هذا جيدا سأفكر مجددا قدمة واحدة ستكون جيدة اختفت كلها الطفل أكلها تضخم حجمه وأوقعتني قدمه لقد صرت عملاك مرحبا يا رفاق يلعب بالطائرة وكذلك الباخرة بالذهاب أسرعت وللساحرة رجعت أحتاج لجرعة تصغير صار أخي كبير فالتصنع الدواء بتلك الأشياء علمتني الساحرة وقامت بالمغادرة وضعت المكونات وبدأ الغليان لا أذكر المكونات سأختار الموزات اكتمل التحضير والآن سأطير للغلام أعطيتها وتحول بعدها اخطأت في الجرعة وكبيرة بسرعة لعبة جديدة وقت القفز في الماء ما رأيكم يا أصدقاء؟ رائعة كانت هائلة سنعطيك العلامة الكاملة دوري في القفز حان هيا استعدوا الآن نحتاج الكثير من التدريبات لن نعطيك أي درجة كانت قفزتي غير جيدة أحتاج لبعض المساعدة سأضع العوام هنا وسأبدأ بالقفز أنا هيا قفز باستقامة لم تفلح العوام سيكون الدلو حلا جيدا هيا لنجرب مجددا لم تكن فكرة ذكية الآن سنجرب الفتحة الدائرية من خلال فتحة السور نقفز لنقوم بالمرور هيا قم بالمحاولة لقد كانت خطة فاشلة بتلك النقانق الشهية سأنفذ خطة عبقرية هناك رائحة ضعام توقف أيها الغلام يبدو أن الشبل قد عاد هيا حاول باجتهاد أحسنت رائع يا لك من بارع أيها الغلام عليك الانتظار الآن علي الفرار أحلاء القيادة غناء جميل من الخلف سقط البرميل الطريق يبدو منطرب كل البرميل تنقلب انسكب سائل البرميل أوه تحولت زهرة لرجل طويل العمل يشعرني بالإرهاق يبدو سهلا للعمل وقع من السائل قطرة فتحول الفطر لشجرة أوه مرتفع جدا ماذا أفعل كيف سيهبط للأسفل ها ها سأنزلك بعد قليل لكن ساعدني في التحميل لمست الخنفساء السائل أوه سارت ضخمة بالكامل شكرا للمساعدة يا صديق ذبابة تطس عند التحليق ايه سقطت جرافيم صغيرة وتهاجم بصورة كبيرة الجرافيم العملاقة مقززة سأترطها بأسلحة مجهزة واحد اثنان ثلاثة نضفتها بكل سلاسة وصلنا أخيرا للبركان الشاحنة لا تصعد الآن كنت سأبدأ بالبكاء لكن أتت الخنفساء هكذا تنتهي الحكاية إنها أجمل نهاية كل شيء طبيعي مرحبا أيها الشرطي قلب حلوى جميل نذوق القليل أفلحت الخضعة سأهرب بسرعة يهو نجح ذكائي الخارق هناك سارق لا يمكنك الإفلات أتحب الحلويات؟ نجحت مجددا ليس من الهرب جدوى فلتجرب الحلوى أقوضم أكلها قم برميها أما الآن فدورك قد حان ذاق بنفسه نتيجة فعله الخزنة بأمان وعاد الشرطيان الأمواج تهزني والغثيان أصاب عني ما الأمر؟ أصابه دوار الباح ليس هذا جيداً أشعر بالغثيان مجدداً أسف يا والدي ليس الأمر بيدي دب أمامنا سننزل هنا تحسنت الآن لنستمتع بالمكان بضربة قوية انفصلت عن البقية لم يلاحظوني هاي أرجوكم ساعدوني لدي فكرة سينتبهون تلك المرة الكرة الثلجية كانت فكرة مجدية صرت بأمان لكن عاد الغثيان سأعيدك من جديد فوق الجليد لدي فكرة مذهلة لحل المشكلة لوح ثلجي كبير هيا يا صغير أحسنت العمل تفضل العسل ودعي الشطائر تبدو جيداً سأخذ واحداً محتوج للأكل ساعدنا أيها الشاب رفض طعامنا أيمكنك مساعدتنا؟ إنها واجبتي سأأكل شطيرتي أثناء عودته سقط المفتاح خاصته ها؟ المفتاح مفقود والباب مسدود الأمطار طهطل ماذا أفعل؟ تعال هنا واختبئ بيننا سأحل المشكلة بأنف المذهلة وجدت مفتاح الباب ها؟ يمكنني الذهاب لا يمكنني تركهم سأقوم بإدخالهم أدخلتهم للبيت وبالطعام أتاك في البيت الآن برنام الأمان بدون تأخير جهزت العصير لندخل الآن وقت العرض حان عصير بحوزته سأقوم بسرقته هرب للأمام إلى شاشة الأفلام توقف أيها الشرير أطفال يركضون ماذا تفعلون؟ يركضون باستمرار أحفظ الهيار أيها المزاجون سأجعلكم تخرجون هاي أعد الكوب سأستمر بالهروب فوق التنين نطير محلقين هذا ليس حقيقي أعد الكوب إلي أخيرا أخذته وبسرعة شربته لنشرب معا سيكون هذا رائعا